نروح لألفين وتلاتة الفين وتلاتة دول بقى اللي هم دول لسه كازبانين نادي الاهلي وانت قلتل ان فيه لعيب جامد جدا لسه جاي من الجزيرة الإماراتي السيد الغديري السيد الغديري لسه متقيد في يناير اول ما طش يلعبوا مع الزمالك كان مطش الاهلي وكزبوا الاهلي معهما دول كان فيه منتخب الشباب انه هما كان فيهم إيشو وكان فيهم ماجد هاني السيد الغدير ده مرحش وكان فيهم طارق علاء لا ده كانش لسه تساقي يعني وكانش لسه لعب في مصر يعني وكان فيه طريق على لقدة في المنتخب كابتن لو أنا معلش يعني ما أنا وفيه لعبة جاي من بره وفيه لعبة بتلعا يعني أنا أصلي يا كابتن أنا الملتقل قد تعزلك على المنتخب بتاع الشيء خالد أنا فيه ماتش أنا كنت لازم أشوف سيد الغدالي ده أنا فيه ماتش تفرجت عليه طلع الجيش والزمالك 2003 كنت بتفرج عليهم في كلية الزراعة طلع الجيش عندهم رقم 9 أنا بعد الماتش روحت له طول بتابني ما خدوكش لمنتخب قال لي خدوني ومشوني أنا من وجهة نظر يعني إذا كنت بعرف يعني رقم 9 فرود ما فيه زيه معهم في المنتخب كنت مشكلتنا في مصر وأنا بقولها مرة واثنين وثلاثة العين حضرتك أنت كنت بتقول أنا مرنت معاك يعني حضرتك مرتين أنت من الناس العينك حلوة جدا أنت اللي اكتشفت أي منحفني أنت اللي شفت أي منحفني لا خلي اكتشفت أنا بص لا أنا عارف أن فيه اتنين بيشوفوه بس أنت ما شفته لا أنا دايما اللعيب الأشول بص يا خالد وأنا كمان شفتنا أيوة اللعيب ومحمد صبري أيوة وطريق السعيب أنا ما قلت لك اسمع عشان كده أنا بقولك اتعينك حلوة لا هو خلي العين الحلوة لكن برضو لازم تجيب اللعيب المواصفات بتاعته تنفع لقدام يعني اللعيب ده ممكن يكمل لقدام ولا لا آه مش اللي هو جسمه جامد وخلاص مش اللي ايه ممكن يلعب لك مرحلة الناشئين وخلاص لا في حاجات عشان كده أنا بقولك الالفين وستة دول فيهم مجموعة الفين وخمسة آه مجموعة رائعة الفين وثلاثة دول طبعا بكرة هما عندهم ماتش مع اسموحة في كاس مصر الدور قابل النهائي ان شاء الله ربنا وفقهم يعني مع محمد صبري مع محمد صبري محمد صبري هما كانوا قابلوا الاهلي في دور التمانية آه قابلوا الاهلي في دور التمانية وطلعوا الاهلي طلعوا الاهلي وحيلعبوا بكرة مع اسموحة في اسكندرية آه ان شاء الله ربنا يكرمهم يعني آه يعني أنا أقولك إيه الأسماء آه خالد الفرقة يعني تلت تجوال مثلا ثلاث حراس مرمى كله محسن من بعض هو ده سادي الغدير يا كابتن ايوه هو ده ايوه ما هو اه ده ايه بقى كابتن ده ده بيلعب ديفندر وبيلعب ممكن تلاعب ورا وبعدين بص وقولك على حاجة تنضيف مع كابتن طريحة من يومين اه الصورة الصورة يعني بسم الله ما شاء الله يعني اه الصورة المصغرة من طريق حامد اه والله العظيم الصورة مصغرة من طريق حامد طب انا هسألك سؤال ده دلوقتي عنده تسعتاشر سنة اه لا ده الفين واربعة الفين واربعة اه عنده تسعتاشر سنة يعتبر هيتم تسعتاشر اه لا هيتم تمنتاشر سنة ليه يا كابتن اه تمنتاشر ستاشر وتلاتة نهار اه اه تسعتاشر سنة يعني هيتم تسعتاشر اه اه ممكن يكون عنده تمنتاشر وشوية او تم تسعتاشر اه تمام احنا في اول في اول عشرين تلاتة عشرين اه ايه العفريق اول أنا بسألك عاصل 19 سنة ده يلعب فريق أول بس الولد ده كان بيلعب في الجزيرة الإماراتي وكان ماشي كويس وجيه طبعا جيه نادي الزمالك عن طريق إيهاب إيهاب ابنك لأن إيهاب كان عايش في الأمور الفترة يعني الحمد لله يعني الحمد لله بطاقته خلصته لعب الولد جسمانيا يلعب جسمانيا فيه مواصفات يلعب بس أنا معرفش بقى يعني لسه عايز وقت يعني لسه شوي أكيد أي واحد يبقى عايز وقت إنما عشان كده لو بقولك 2003 مجد هاني طرق علاء الفيومي إيشو طبعا كريم عبدون محمد صلاح عزم أسامة حسام حسين عبدالله عبدالله بس لسه راجع من الإصابة لسه راجع من الإصابة وعبدالله ده برضو لو أرس شوية إن شاء الله ده يمكن هيبقى أقرب واحد من العبدالجولة عبدالله آه لو اتأكدنا إن شاء الله أو اتأكدوا إن هو يبقى سليم إن شاء الله يلعب يعني سيء علي ياسر مازن مازن اللي جاب الجول فماتش مازن مازن ده اللي جاب الجول في الأهلي آه مازن يعني معلش أنا إيه بقول إنه المواصفات بتاعته أنا بحبها يعني هو ده اللعب اللي ممكن يكمل مازن لو أنا قلت له الكلام ده إيه بقى يا مساطق آه بص خالد فرود من المزعجين جدا جدا بيقاتل على كل كرة بيشتري في كل كرة ممكن بيساعد زميله بشكل غير عادي برضو عنده الحماس جواه أنا بحب اللعيب أو ده اللي عنده الحماس آه لعيب كرة كويس أو مازن هما كانت دول فريقة 2003 آه 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 يعني دول دول فرقة طبعا أنا ليه قصة أصلهم ليهم قصة معايا خالد آه لما كنت ماسك مدرسة الكرة زمان آه 2014 آه كانوا دول لسه في وكان فيه دورة في الإمارات آه ل2002 آه الحقيقة يعني آه وأنا اللي ماسك مدرسة الكرة آه فأنا أنا عارف الفرقة يعني آه فروح تم صفر 2003 طبعا وهي البطولة ل2002 آه قلت 2003 أحسن أنت عارف الفرق السنة ده في العمارة الصغيرة دي فرق جمد جدا آه في الأجسام بس أنا لولاد دول شفت منهم عندك فيه باك أحمد محمود ده آه آه ده كان معار لفرقه ده ده أحمد محمود يعني يعني بسيوني آه بص أنا بقولك الأسماء دي طبعا رفاعي وماجا آيمان جزار محي محي الباكلفت آه باكلفت باكلفت قوي أوي ما أقولك فيه فرقة فيه قوام تيم يعني الألفين وواحد مثلا باعتبرهم مظلومين لأن خلاص قادر اللي عايزين ياخدوه منهم آه وبانوا على الدرجة الأولى آه واخد بالك إنما دول هم مستقبل النادي آه دول آه واخد بالك ومعظمهم مش عامل عقود لا عايزي عاملين عاملين عقود لبعض اللعيبة لا لا دول عاملين عقود آه لا لا تقريبا كلهم آه طيب آه 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 أنت مع فكرة إننا أنا عندي دولتتي قوام فرقة آه تمام عندنا نواقص آه عندنا العيب مثلا زي حمدي علاء ده معار آه ممكن يرجع لك آه تمام وحمدي علاء ده العيب كويس أوي أما ده لأنا بتكلم فيه طبعا يعني دفندر محترامي ممكن يكون أفضل من الناس موجود عندك طبعا تمام طبعا وناس تم شراء طيب نمرة اتنين هل أنت مع أن أرجع حمدي علاء وطلع اتنين تلاتة من القطاع دوت واجيب بقى ماشي مثلا لو فيه ثلاث أجانب ماشي وتجيب ثلاث أجانب غيرهم وتقوي الفرقة عن طريق ده وتحافظ على القوام كده يعني لأن أنا بحس إن احنا بنشتري كتير قوي وفي النهاية هي مش بالكمية ولكن بقدرة اللعيب بس خالد خالد معلش مش دفاعنا عن اللي اشترى أنت اشتريت لعيبك كويسة يعني أنت أنا فاهم أنت جبت لعيبة كانت بين قدامك في الدول أنت ما جبتش من اللي جبته من برة اللي من برة مصر جبته مثلا سامسون و آه وابراهيمان داي نا داي نا داي كنا عارفينه آه قبل كده آه سامسون اللي مكناش نعرفه صحيح إنما أغلب الصفقات اللي أنت جبتها من مصر